طيب إنت أعدت في النادي الأهلي مشيت وكان سنك 26 سنة أنا رحت الأول أنا مشيت 84 أكد 84 من نادي الأهلي لما عملوا الموضوع ده طيب إنت وإنت بقى لما مشيت من نادي الأهلي إنت قررت أنك هتلعب في أي حتى تانية ولا قلت لا خلاص بعد نادي الأهلي ما هنفعش أنا كنت بلعب مع لفريق الشرطة مع فريق الشرطة فكنت مواظب على اللعب لأنه بكتاب مع الشرطة طبعا كشو kolej كنت مواظب ومع لفرقue الآن أحسس أنه مش في دماغي أنه أبطل لأنه لسه عندي أنت خدتها تحدي بينك وبين نفسك أنه أروح ألعب في أي حتة تانية غير النادي والله تعرض عليها حاجات كثيرة زي تعرض عليها الزمالك بس أنا شفت أنه يعني بعد اللي عملت في النادي الآلي والإسم بتاعي في النادي الآلي والشعبية احترمنا طبعا للنادي الزمالك لا طبعا أي نادي وتعرض عليها الاتحاد وتعرض عليها كذا نادي من النوادي الترسانة والإسماعيلي كنت مستغرب يعني عيسيب النادي الآلي وأروح نادي تاني بنلعب ماتش في الاتحاد السكندري روح نلعب ماتش ودي مع شرطة مستوضفيننا يوم كده هناك أن إحنا نلعبهم ماتش على الساس أن فرقتنا كان فرقة كان قوية جدا بتاعت الكلية فروحنا لعبنا ماتش هناك فلقتهم بقى السيدة عبدالله حسن كان هناك هو رئيس النادي قال لك إحنا عايزينك تقعد معنا خير قال لك عشان عايزينك تبقى معنا في الفريق طيب أنا عقود في اسكندريا إزاي وأنا يعني متجوز وقاعد في مصر قال لك لأ تيجي وتقعد معنا فقاعدنا كم وشغلك وشغلي أنا كنت في الكلية ما أنا عارف الكلية كنت لسه في الكلية كنت منصك بقى مع الكلية إن أنا يعني أسافر مثلا التمرين مرنتين مثلا في الأسبوع ولا حاجة وارجع يعني قعد تمرنتين هناك وارجع وعلى أساس أنه هيجيبولي شقة وعيدوني مبلغ معين مثلا وطبعا الكلام ده تقوله ما تحققش ما تحقق فنفسيا مش مرتاح ما لعبتش معهم خالص لعبت شوية لعبت معهم شوية بس ما كملتش ما كملتش حتى كان فيه ماتش لينا مع الأهلي على حظة الحمدلله تصابت ما لعبتش الماتش ما لعبتش الماتش يعني قلت الحمدلله الإصابة دي جابت من عند ربنا عشان ما لعبش قصاد النادي الأهلي قررت الاعتزال بعدها؟ بعدها بقى قعدت فترة كبيرة ما مداي يعني مش عايز ألعب كنت بتتمرن؟ وكنت بتتمرن بلعب برضو مع الشرطة مع الشرطة وبعد كده على الأول تسعينات دي كده كابتن قلت طب أنا ممكن أرجع التدريب في النادي الأهلي تدرب بقى؟ اه مرن في النادي الأهلي وعلى حظي بقى كان كابتن صلاح حسني اه طبعا نمس عليه طبعا نمس عليه وقالف سلامة كابتن صلاح الشخصات الجميلة كابتن صراحة فروحت قابلته كان كابتن أنورت سلامة كان أمم مسكين للقطاع كان كابتن سايس فقلت لهم يا جماعة أنا يعني عاوز بستأذن كله وليه مكان أبدأ حتى مع المدرسة مثلا الكورة أكانتش فيه أكاديمية فيه مدرسة وفيه ناشئين وبتاع فلاقيت كابتن صلاح رحب والله بصراحة بجد وقال لي هناخدك معنا وكدت أنا وكابتن شطة بقى شطة شطة ده معاهم من يومه صراحة بصلاح كابتن صلاحة مش عشان والله بجد هو شخصية جميلة جدا لا شطة ده معا ما نتكلم عليه في حلقات الصراحة يعني حاجة تفتح لا بجد يعني ربنا تديله الصحة والعافية بجد آمين يا رب وخدوم جدا يا كابتن وبيحب شغله أوي أوي وخير أوي وكل حاجة كويسة بتليها في شطة والله بجد يعني تحس إنه واحد اتولد في مصر ومن أبناء النادي الأهلي لا إحنا معتبرينه من مصر وغيور وغيور ولاده مصريين وكلون مصريين ما أنا بقولك يعني هو يعني هو عشان جنسيته سودان ما بقولك نقول لي أنا سوداني بس أنا أنا عاشت في مصر ده مصر بالضبط كده طيب قررت اعتزال إمتى هي عندي 26 سنة إزاي ده درت في ذهنك إنك خلاص أنا بعد النادي الأهلي بعد ما روحت في الاتحاد وليت الظروف إنك مش النظام خالص تانية الطريقة تانية النادي الأهلي في حتة تانية خالص أكد بجد وده وإحنا دي حنا دي حقيقة يعني النادي الأهلي والله يعني شوف المتشاط البلعبة في كاس العالم دي يعني فخر لنا كلنا النادي الأهلي بيمثل بيمثل كلنا فمش عايزين حدي بيقولك إشمعنا ومش إشمعنا يا خاوزي النادي الأهلي ده بيقولك هو مصدر السعادة للكرة المصرية ده أمانا ولو النادي الأهلي بيوحش فتبقى كرة مصرية أوحش وأوحش هو متخباتها كبت وما أنا بقولك آه يقولك إن النادي الأهلي ها فين نادي أهلي مثلا أو الناس تسعى نتزيع المتشاط على على أي محطة يسيبه الناس كده في الشارع كده ليسه لا الصراع النادي الأهلي مصدر السعادة في الكرة بأمانا والناس كلها بتتابع ده بيسيبوا شغلهم واللي مش عاجبه هو حر لأيامنا لما كان يوم الجمعة الناس بتاخد أجال يعني قاعدة في البيت ومستنيها المطش